عايز اعمل زيك وانسى جل انسيتني ازاي اصلا بفتكرك لسه خسارة انا مش نساي انا عمر مجال بطواني ولا ساعدني انساك بالعكس بالعكس ده بيفكرني وبيخصرني سنين وازاي شايفك بتبعني وبتعاتب وياك انا بسأل نفسي انا جدت الصبر ده كله منين اللي شفنا زمان انا وانت كنا نروح بالروح ازاي يا حبيبها ننسى والايام دي تروح بعد الحب ده كله عايزنا نبجى الناس تانين للدرجات دي انت شايفنا روحنا ومش راجعين اول مرة واخر مرة اول مرة واخر مرة قد لحد امان ما تعودتش ولا مرة نقطة ضعف تبان دايما اي اتنين تفرجوا مش نفسي الاشواج واحد يفضل ولا همه والتاني بيشتاك دايما اي اتنين تفرجوا مش نفسي الاشواج واحد يفضل ولا همه والتاني بيشتاك هذه الكلمات الجميلة التي ابدع فيها الشاعر العملاق تامر حسين كعادته في كتابة الاغاني الرومانسية والعطفية وكتب تامر حسين العديد من الاغنيات المطلبين المختلفين وهو من اشعراء الحائزين على جوائز عديدة في مجال كتابة الاغنية الشعرية الاغنية العطفية الرومانسية والان ادى الهضبة الاغنية بابتاعها رائع وقام بتلحين الاغنية اسلام زكي وقام بتوزيع رمي سمير وهندسة الصوت لامير محروس وخرجت الاغنية في صورة كوكتيل جميل مختلفة عن كل دائما نجد ان الهضبة يطور من نفسه يجدد افكار دائما هو المطرب والفنان المتجدد وله عشاقه وله متابعين من مختلف الدول العربية والعالمية هذه الاغنية هي قطوة جديدة وانطلاق كبيرة في عالم الهضبة وابداع متجدد وفن رائع وسوف نترك لكم رابط الاغنية التي سمتعوا بها معنا كما سمتعنا نحن بها وسجل اعجابي بالكلمات الراقية التي جسدت حالة من الحب من طرف واحد والبعاد والفراق والمعاناة وكلنا نعاني من مثل هذه الاشياء كانت الكلمات اجمل ما فيها بساطتها واجمل ما فيها تلقيتها والتلقية والبساطة هي اجمل ايات الابداع لدى الشاعر تحياتي لكاتب الاغنية تحياتي لملاحن الاغنية والموزع وكل فريق العمل لوال الهضبة كل التحية واترككم مع سماع الاغنية رابط الاغنية الاساسي من قناة عمر دياب موجود اسفل الخبر والسلام عليكم ورحمة الله